الديوانية من كوبا الديوانية من كوبا كما يصف هذا المواطن وهذا حال الشوارع والمناطق بعد ليلة منطرة لكن هنا الوضع يبدو أكثر سوءا في بيت الحاجة أم مصطفى التي تسكن العشوائيات في حي الصدر الثاني وقد خر عليها سقف المنزل وغرفه آيلة للسقوط وهي تشكو المرض الذي نخر جسدها كما نخر الفساد منزلها لكلط شوطة البارحة حاطين هنا حاطين شوطة للماء وشفت بعد الغالبة لفهاد في النقط منصر الغسالح ترقت ايبا الله من النقط ما للماء يدقمه شقلناها ما تشتغل على الله عليكم وموها عندي ومرضة وانا مكوم بيتنا الذي يطيع علينا مطبخنا يخور الحمام الذي يوقيع حالتنا تعبانا لا شبكة كل شيء ما عندنا مثل الناس والله حالتنا تعبانا نتعشى ما نغدى بطلعوا يشوفوا بيوتنا الشون رأوا صورتنا للحكومة للسودان يشوفنا الشركات غير رصينة التي أحيلت إليها المشاريع ويشوبها الفساد وهيمنة اقتصاديات الأحزاب على أغلب المشاريع في المحافظة منذ العام 2003 حتى الآن أدت إلى تدني وانعدام مستوى الخدمات كما يصف مراقبون الوضع السيء للمحافظة هو بسبب المشاريع الوهمية الكبيرة بعد 2003 لحد الآن ما شفنا مشاريع حقيقية ملموسة ونفذت بشكل صحيح وسليم بهذه المحافظة كانت بالسابق يدعون أنه الأموال غير كافية اليوم الأموال متوفرة لكن جودة العمل هو غير صالح تماما المقاولات أو الشركات التي تأخذ المقاولات هي شركات غير رصينة شركات وهمية لأن هذه الشركات تابعة إلى رجالات السلطة تابعة إلى الأحزاب اللي ماسكة بزمام الأمور بالمحافظة والنتيجة ترون اليوم لا يوجد شارع بالمحافظة معهول شارع قادر أن يتحرك به المليارات أنفقت على مشاريع البنى التحتية لكن تبقى هذه المشاهد شاخصة ومتكررة في كل شتاء نتيجة الفساد والمشاريع الوهمية كما يقول مراقبون والضريبة يدفعها المواطن من أحد الأحياء العشوائية في مدينة دوانية حيدر انذار السومرية ترجمة نانسي قنقر